تعالوا نروح لي احنا بتوع الاوتوبيس احنا بتوع الاوتوبيس كان فيلم زمان وكان فيه للأسف معاناة وشقاء وكذا وللأسف الفيلم ده تكرر النهاردة لولادنا وتلامزنا في المدارس اللي النهاردة قالوا احنا بتوع الاوتوبيس احنا بتوع الاوتوبيس اللي اتقلب والحمد لله الحمد لله يعني معلوماتي ان الحد اللحظة دي الحمد لله ما فيش وفيات لكن فيه 17 اصابة لابنائنا من تلاميذ المدرسة دي اعتقد مدرسة اسمها مدرسة الابداع اللي موجودة في اسيم في محافظة الجيزة و هنتأكد ان شاء الله من وزارة الصحة تباعا على حالتهم و ان شاء الله كلهم يبقوا حالة سليمة ورجعوا بيوتهم و اهليهم سالمين غانمين و ادي مشاهد للوتوبيس المحطم عقب الحادث الانقلاب يعني قصة احنا بتوع الوتوبيس دي قصة لازم تنتهي الحقيقة قصة لازم تنتهي لازم تنتهي ازاي ما عندناش ما عندناش وسيلة الا السواء فكرة سواء الوتوبيس خصوصا بتاع المدارس انا كلمت فيها كتير و سبحان الله لأسبوع اللي فات ولا لقبل اللي فات انا مش فاكر أسبوع اللي قبل اللي فات بالصدفة جبت لحضراتكم هنا وكان انفراد في البرنامج للفيديو اللي كان موجود على السوشيال بيديا لسواء اوتوبيس برضو مدارس كان نازل من على منزل كبري و نازل بسرعة جنونية هو اي نعم السواء كان لوحده يعني ما كانش معاه واضح انه بعد ما وصل المدارس كلها الولاد كلها وكان راجع المدرسة بس سهي بسرعة جنونية لدرجة الوتوبيس وهو نازل بالملف اختل توازنه فاتقلب برتينه وبتاعه خب شفتوا انتون الفيديو ده لما ورده لكم وساعتها قلت ده لا يصلح انه يكون سواء اساسا سواء بصفة عامة ثانيا لا يصلح طبعا بقى انه يكون سواء اوتوبيس امين ومسؤول على ارواح التلاميذ والطلبة اللي معاه الشغلانة دي شغلانة في منتهى الخطورة سواء الميكروباس شغلانته صعبة لانه امين على ارواح الناس اللي معاه ما بالك بقى وارواح الناس دي مش كبار بقى وناضجين ويعرفوا يخلوا بالهم ولا لا دول اطفال صغيرين لا حول لهم ولا قوة وهم فلذات اجبادنا اللي احنا بنترجهم من الدنيا فبنبقى مسلمينهم للاوتوبيس المدرسة كامانة وبنقعد نحط ايدنا على قلبنا لحد ما يرجعوننا بسلامة الله الظهر بعد نهاية اليوم الدراسي لكن مش معناها ان احنا نسلموا المدرسة عشان يسلم المدرسة تسلمهم لوحد موتور ولا مطيور ولا متهور ولا ارعن ولا مدمن وعشان كده انا بقوله تاني فكرة الاشراف والرقابة والفحص والتحليل اللي لازم يحصل بصفة شبه ان شاء الله شبه يومية على سوائين الاوتوبيسات والميكروباسات وتحديدا اوتوبيسات المدارس لان فيها اروح ولادنا ارجوكم اكشفوا عليهم واحد منهم يقولك والله انا بيطلع عناية طول اليوم ورايح وجاي واصطاع العيال ومش عارف ايه فاخد لي برشامة ولا اخد لي سجارتين ولا بتاع عشان يصبروني لا يا حبيبي مش قادر على الشغلانة سيبها مش قادر على الشغلانة سيبها لكن تبقى مسؤولة على اروح ولادنا وتخاطر بهم المخاطرات دي شيء غير مقبول وانا في رأي انه لما بيحصل حدثة زي دي طبعا النيابة العامة بتتحفظ على السواء ده اجراء طبعا قانوني مظبوط لانه هو الاصل في المشكلة بس انا في رأيي كمان من هنا ورايح السواء والمدرسة السواء والمدرسة المدرسة حولك طب واحنا منى لا يملأ ايه منتوا اللي مختارينه وانتوا اللي مسؤولين عنو مسؤولية ادبية وسياسية وقانونية وانتوا اللي مسؤولين عنان انتوا تتأكدوا ان هو ما بيبرشمش وانه هو ما بيضربش وانهو بيحشش وانهو في كامل قوى العقلية وعنده اتزان نفسي وعنده 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 دي مسؤولية المدرسة فانا مدرسة تجيب اي واحد والسلام تبقى مسؤولية المدرسة مع السواء لازم القانون يحاسب الاتنين علشان المدرس بعد كده تعد الف مرة قبل ما تختار سواء يبقى مسؤول عن ارواح التلاميذ ذهابا وايابا في الشوارع وانا بشكر وزارة التضامن لان النهاردة كمان قالت ان احنا هنكفف وتزود حملات التحليل للمخدرات اللي احنا بنعملها للسائقين اكتر واكتر بس انا مع حملات الوزارة اللي هي ممتازة انا عايز المدرس نفسها كمان تتواصل مع الوزارة عشان تعمل تحليل واختبارات لسوائنها بشكل يومي او اسبوعي ما فيه السواء يخرج بالاوتوبيس حاملا ارواح ولادنا الا انما يكون المدرسة متأكدة مليار في المية انه فلة وسواء تمتزنة وعاقلة ولا يتعطى اي نوع من انواع المخدرات او المنشطات لانها مش نقصة مش نقصة يعني اهو الفيديو معاكم اهو انا فكركم الفيديو اللي انا زعتهلكم من اسبوعين انا كنت تعرف ان الحادثة النهاردة تحصل لا بس انا نبهت الكلام ده سبحان الله من حوالي عشر تيام لما شفت المتهور المترنح ده اهو زيعي يا انس اهو بصوا اوتوبيس مدرسة اوتوبيس مدرسة ارجع تاني وهو نازل بصو 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 نازل منزل الكبرى للملف بسرعة ايه ده وهرز وخمسات ده ده ازاي يبقى مسؤول عن ارواح ولادنا فانا ده ايه جرز الانذار من ساعتها اهو وحصل لانا كنت خايف منه النهاردة والحمد لله الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وقدر ولطف الحمد لله مفيش وفيات مفيش كذا والحمد لله اصابات بس وجروح فنتمنى ارجوكم الحرص كل الحرص